يعني في البداية خليني أعرف من حضرتك مصر والتنمية المستدامة الحقيقة يمكن أنا كنت موجودة واسمعت كلام كتير جدا إيجابي عن خطة مصر للتنمية المستدامة وقد إيه الحقيقة أن مصر بتسير بخطة ثابتة أنها تقدر تحقق هذه التنمية وأنها كمان تقدر أنها تحقق جودة المعيشة لكل المواطنين في البداية وبخطوط عريضة عايزة أعرف من حضرتك خطة مصر إيه اللي تحقق فيها حتى الآن وإحنا رايحين لفين الحقيقة يعني مصر ما فيه شك أنها قطع شوط كبير في موضوع التنمية المستدامة من بداية إطلاق خطة 2030 في الأمم المتحدة في 2015 مصر طبعا كانت من أولى الدول اللي تبنت هذه الخطة حطت رؤية لـ 2030 ثم استراتيجية لـ 2030 بيتم دلوقتي متابعتها على مستوى الوزرات كلها والحقيقة إحنا شايفين طبعا القيادة السياسية نفسها مهتمة بهذا الملف قد إيه فمصر في الجزء ده الحقيقة يعني مهتمة جدا يعني بفكرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبفكرة توصين التنمية المستدامة فوصلت لحد المحافظات أنها تبتدي تعمل مشروعات في المحافظات تكون يعني بتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأيضا مصر برضو يعني من جانب آخر شفنا أن هي كانت من أوائل الدول اللي قدمت تقاريرها التوعية للأمم المتحدة قدمت حوالي 3 تقارير حتى الآن ودي من أكتر الدول اللي مقدمة وكل تقرير عن التاني الحياة بيفرق شايفين يعني تقدم كبير في التقارير التوعية اللي بتصدر عن مصر وفيه إشادة دولية لحياة بالتقرير الأخير خصوصا ما يتعلق بمشروع حياة كريمة وأنه تم يعني إدراجه كأحد المشروعات الريادية على مستوى العالم في هذا الملف يعني طيب ده عظيم جدا ده اللي كنت عايز أتكلم فيه مع حضرتك اللي هي بالنقط كده يعني نحط نقط ونقول مصر عملت كذا في الهدف ده من أهدف التنمية المستدامة اللي بيتوافق مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لو ده عطف 2015 احنا مشينا يعني في كل هدف نتكلم عنه شوية ونتكلم برضو نعرف الناس يعني ايه تنمية المستدامة أصلا طبعا هم التنمية المستدامة 17 هدف بيكونوا أجندة طموحة جدا هدفها أنها تغير العالم والشعار بتاعها الرئيسي قال لا يخلف الركب أحد أن كل دول العالم تنمو بشكل متوازن يعني مع بعض وأن كل دولة تكون يعني بتحقق فكرة التشاركية بين كل الأطياف المجتمع اللي فيها عشان تقدر يحققوا مع بعض هذه التنمية اللي احنا بننشدها يعني فبتهتم ليس فقط بالحكومات والحكومات منوت بيها نهية لتقدم التقارير التوعية دي للأمم المتحدة لكن أي تقرير بيحتوي على يعني انعكاس لجميع أطياف المجتمع الآخرين بيشتغلوا ازاي على نفس الملف فبنشوف أن في القطاع الخاص ممثل المجتمع المدني ممثل هنلاقي أن الشباب ممثلين هنلاقي بارلمانيين ممثلين هنلاقي تمثيل للمرأة يعني في أي تقرير بيصدر هتكلم على طبعا مستوى العالم وأيضا على مستوى مصر فبنلاقي أن مصر يعني واخد كل السبعتاشر هدف مهتمة بيها يعني ما فيش هدف ممكن يكون واخد يعني شكل متقدم عن هدف إلى حد كبير احنا نتكلم بشكل متوازن ودي فكرة التنمية المستدامة أيضا لأن كل الأهداف بشكل أو بآخر مرتبطة ببعض وكل الأهداف بتأثر في بعض فإذا بتتكلم عن الفقر بيأثر في الصحة بيأثر في التعليم ممكن يكون بيأثر في موضوعات تتعلق بالمساواة مثلا بين الرجل والمرأة ممكن تكون بتتعلق بموضوعات تتعلق لها علاقة بالعدالة لها علاقة بالسلام أهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فكل الثلاثة يعني أركان دول من أركان الأجندة مرتبطين ببعض فعشان كده بنقول أن دي أجندة مختلفة وأجندة طموحة ومشي على كل الأهداف بشكل متوازن